النهاردة عندنا ماتش في الجولة التالتة لكاس الرابطة من الانديات المحترفين مع نادي المقولين العرب مصر مسماني للمباراة التالتة على التوالي مستمر في الدفع بمجموعة الشباب خليني نقف هنا شوية علشان فيه ناس بتقول يعني انتوا بتلعبوا بالشباب وكمان يعني هو الهدف احنا قلنا الهدف متغير من مدير فني للتاني بان فكري مصر مسماني ولكن لما تشوف مصر مسماني او تشوف الجهاز الفني والجهاز الاداري للنادي الاهلي برا بيبقى شكله ايه وعمل ايه في المباراة الدية يعني زي ما شوفنا ماتش الاسماعيل وماتش الجنة لا انا بلعب على ان انا اكسب انا النادي الاهلي حتى ان انا بلعب الشباب او بلعب مجموعة كبيرة من الناشئين ولكن انا عندي ثقة فيهم انا بلعبهم عشان اكتساب ثقة زيادة وخبرات وممكن هستعين بيوم بعد كده ولكن انا عندي ثقة في المجموعة دي انها تكسر وليه ما تكسبش ده انت النادي الاهلي ده انت النادي الاهلي اللي كل فرق الدوري الناشئين بتاعتها موزعة عليهم لو بصنا حضراتكم ليه لعيبة الاندي الاخرى هتلاقي معظمهم من قطاع الناشئين من النادي الاهلي معظم المميزين فيهم اه انا بدي فرصة كمستر مسماني بدي فرصة ولجنة التخطيط طبعا بدي فرصة ليه الناشئين ديه علشان اكتساب الثقة ولكن انا كمان كجهاز فني عندي ثقة عدراتكم بتشوفوا الجهاز الفني بشكله ايه برا والفريق متعادل او الفريق خسران زي ماشي الاسماعيلي لا قاعد على عصابه عايز العب عايز اتعادل عايز اكسر هو ده النادي الاهلي هي دي زخافة النادي الاهلي مش ان انا بلعب بولاد صغيرين فعندي المبررات اللي بتقول مثلا ما انا ممكن اخسر ما انا ممكن اتعادل لا بالعكس احنا شفنا اداء جيد جدا 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 من اللعبة دي بيعلى يعني في الجنة نقدر نقول المستوى متوسط الشوت الاول ماتش الاسماعيلي مستوى فوق متوسط مستوى الشوت التاني في ماتش الاسماعيلي كان جيد وشفنا تقريبا وان سايد جيم الشوت التاني لمجموعة الشباب ونشيئ الاهلي هو انا عندي ثقة كجهاز فني ولكن دي فنلة النادي الاهلي مش عايزين نخسر حتى لو بنقعب بنشيئين مدعمين باتنين تلاتة من الكبار هو ده النادي الاهلي هي دي المنظومة ممكن انا ليا فكر معين من البطولة دي طبعا باين واضح ايه فكر مستوى المسلماني ولكن انا برضو عايز اكسر مش عايز اخسر ممكن المكسف الاخر يجليه في تلات اربع لعيبة صح ممكن الاستعانة باي واحد منهم الفترة اللي جاية لان الفترة اللي جاية مش عايز اقول لكم ان فيه مع معا بعد ان شاء الله مايرجع منتخب مصر بالسلامة وبالبطولة ان شاء الله الفترة اللي جاية بتتكلم بقى على فترة من فبراير لاغسطس دي كل تلات اربع تيام ماتش مع معا معا تبيرة جدا فممكن فعلا البطولة دي تطلع لنا اتنين تلاتة لعيبة وهيقول حد الوقت احنا جايفين اكتر من اتنين تلاتة لعيبة ان شاء الله باذن الله ان شاء الله سياسة الدفع بالشباب والناشئين في بطولة كسر ربطة تقتي ثمارها باذن الله بكل خير للنادي الاهلي وللاندية الاخرى ماتش النهاردة بيدخولوا شباب الاهلي بروح مع نوية عالية